السلام عليكم بدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تحقيقاً في قضية تلاعب يواجه فيها لاعب منتخب الغابون جويلور كانجا باتهامات بتزوير عمره الحقيقي حيث تظهر المستندات الرسمية أن والدته توفيت في عام 1986 بينما تشير وثائقه إلى أنه ولد عام 1990 ومن المتوقع أن يجتمع كانجا الذي يلعب في صفوف ريدستار بيلجراد مع لجنة الانضباط في الكاف للدفاع عن نفسه وتقديم توضيح حول تاريخ ميلاده بعد أربع سنوات من وفاة والدته ظهرت هذه القضية لأول مرة في عام 2021 حينما اتهم اتحاد كرة القدم الكونغولي كانجا بتزوير جنسيته والتلاعب بعمره وقد رفع الاتحاد دعوة قانونية ضد اللاعب بسبب الكذب حول تاريخ ميلاده وفي حال ثبوت الادعاء الكونغولي قد يواجه كانجا عقوبات من الاتحاد المحلي لكرة القدم مما يعزز حالة التوتر بين الفريقين الغابوني والكونغولي إلى هنا ينتهي خبر اليوم شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد مع السلامة